موسيقى مشاهدي سبوتشت أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج وجهة نظر ضيفي اليوم رئيس التيار العربي شاكل برجاوي أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم بكل متابعينكم طبعا تعزينا الحارة لإلك بوفاة والدتك حبيبة يعني مصاب قلين طبعا بدنا نعزيك تسلم وأنا بدي أستغلها الفرصة لأشكر كل اللي واسوني وكل اللي وقفوا حدي من أهلنا ببيروت بكل بيروت وكل القوى السياسية اللي أجت واساتني أنا والدتي بتعنيلي وبتعنيلي كتير لأن والدتي بكل حياتي النضالية حملتني بلت سجن كان بس شغلة يعني دار إنه ربط الولاد هي والدتي كان تطلع بكل الزيارة على السجن تقوم أربعة الصبح تكون قبل بيوم عم تحضر لغراض اللي بتطلع ليهون وقتلين بسوريا مزيون تطلع من الأربعة الصبح لترجع ترجع ستة بعض الظهر تاني يوم تطلع تبرم المحل لمحل تاخد الموافقة بعدين لتروع على السجن بعدين توقف السيارة بعيدة كيلو متر تحمل بالبرد وبالهوى وقتلين بصيد نايا أو بالمزة تحمل الكراتين وتطلع فيهم تنقلهم هذه المعاناة كانت كل أسبوع فحملتني سنوات أنا سبع سنين ونص سجن حملتني الويلدي فيهم رحمة الله علي ويرحم كل أهل كل الجميع وهون أنا بديت شكر كل اللي ويساني وقد ما كبر الواحد بالعمر ما بيحس حاله أنه صار يتيم إلا بس تموت أمه الخسارة كبيرة والألم كبيرة وإن شاء الله كون قدرت توفيتها شوية صغيرة من حقها يعني شو ما عملت بحس حالي ما قدرت توفيتها وبقول الله يخلي أهل الجميع ويرحم أهل اللي متوفيين برجع بأكد شكري لكل من واساني إن كان بالاتصال أو بالحضور من الدفن اللي كان مشهد كان كبير وكبير جداً بيروت وفيه وأهلنا ببيروت أوفية تخطو أهل بيروت يعني لحظت في للمجودة ابن عزد وجود كافة أطياف بيروت وأبناء طريق جديدة تخطو أهل بيروت اليوم مشكل مع شاكل برجاوي ما في مشكل أنا وأهلنا صار خلاف سياسي مع طرف سياسي خلاف انتهى خلاف انتهى وتجاوزوا الوقت وقطعنا يعني وهدول بالآخر أولادنا وأهلنا ورفقاتنا هدول ما إحنا ما كنا نطلع من بعض والإحنا بالآخر بتجمعنا بيروت وهي بيروت أكبر من الكل وأنا أعطيت عمري كله لبيروت ولا لبنان فبصير بلحظة معينة خلال الصراع الأقليمي كان فوت الناس في ناس كانت مستفيدة من هذا الصراع بمصاري فوتوا الناس وزجوهم بمواجهة معنا سن أهل رجعت الأمور إلى النصابة الطبيعية وهي دي الناس أغلبها رجعت معنا والباقي نحنا على علاقة طيبة وعلى صداء ومستمرين نحنا بهذا يعني من مشهد عزاء بيروت لمشهد عزاء كبير وضخم ومهول في قطاع غزة للأسف شديد إبادة أقل ما يقال عنها بأنها إبادة جماعية يوم كيف يعلق شاكر البرجاوي على مسار الأحداث الدراماتيكية والمتتالية للأسف أمام هذا الصمت الدولي على المجازر اللي عم يرتكبها العدو الصهيوني أمام محاولة تصوير وهون بدي ألفت نظر كل اللي عم يطلع على الإعلام من يعني بكل المنطقة العربية بدي ألفت نظر الجميع لحنا اللي عم نتعرض لإبادة لحنا اللي بيخطر مش هذا الكيان اللي بيخطر هذا الكيان الذي يمتلك 200 رأس نووي لحنا المهددين منه بشكل كامل هذا الدعم اللي محدود بكل أسلحة القتل من الفسفور إلى كل القنابل هاي الكبيرة لحنا اللي عم نتعرض لإبادة نسائنا أطفالنا شيوكنا إعلاميين هون بدي يتوجه لقناة جزيرة لياسر وكل اللي استشهدوا بالإعلام في لبنان وفي فلسطين اللي أصبح عددهم ما يتجاوز التسعين شهيد كمان من الإعلامين يتوجه لهم بالرحمة والبركة ولأهلهم بالنويسيهم بدي يقول هذا العدو لحنا اللي مهددين بالخطر منه هذا العدو أنه نأزم بـ 7 أكتوبر أزمة هاي ولكن تهديد الخطر الوجودية هو هذا الكيان علينا كيان متفلت بهذا الشكل ما عنده محرمات جاهز للقتل بهذا الشكل يمتلك 200 رأس نووي لحنا اللي بخطر ما حدا يحول هذا الكيان إلى ضحية أنه الكيان خلاص حيزول والكيان إلى خطر أبدا لحنا اللي بخطر لحنا اللي عم نتعرض دائما إلى محاولات قتل من هذا الكيان لحنا بموقع الدفاع عن النفس لحنا بموقع محاولة استعادة حقنا بتحرير أرضنا ولا يوم لحنا كنا معتدين هيدا واحد لحنا المعتدي علينا وقتل تسمع مبارح البيانة الإسرائيلي أنه مات فرنسا يحمل جنسية إسرائيلية هني كلهم لاجئين بفلسطين وأهل فلسطين أصبحوا لاجئين بالخارج كل من هو يحمل جنسية فرنسية وإنجليزية وألمانية ومن كل دول العالم موجود بفلسطين ويحمل الجنسية الإسرائيلية هذا لاجئ بفلسطين هذا مش أهل فلسطين اللي أصبحوا تحولوا إلى المخيمات بالداخل فلسطين وتحولوا بخارج فلسطين إلى لاجئين مشان هيك بدأ تصحيح الأمور بدأ تكون الأمور واضحة لحنا من نعاني من خطر هذا الكيان لحنا من نعاني من قتل هذا الكيان لأنه بكل هذه السنوات هذا الكيان بهذه الحماية الدولية له عم يستبدد بعربته وبيقتلنا عم نلاحظ تماما أنه بس توصل المسألة عند هذه القاعدة الإمبريالية المتقدمة بالمنطقة هاي الولاية الواحدة وخمسين هاي دي القاعدة بس أتقرب عليها بصير ما بقى حدا بدي يشوف المجازر من كل هذا الغرب اللي تصدق بالحرية ما بقى حدا بدي يشوف هذا القتل بيشبهونا بحيوانات حيواناتهم بيحافظوا عليها شبهونا بحيوانات ما قبلوا يحافظوا علينا كحيوانات بمفهومهم طبعا نحن بشر ونحن شايفين حانا سيدة البشر ولكن حتى بمفهوم هذا الغرب اللي سقطت كل أخلاقياته أمام هذا القتل للنساء والأطفال بفلسطين مشان هيك مشان هيك نحن عم نقول اليوم نحن أمام مشهد آخر في العالم نحن بنقول لغزة نحن وياكم وكل شرفاء العرب والمسلمين والعالم نحن وياكم بوجه هذا الاستكبار العالمي بوجه هذا القتل والاستباحة بوجه تغيير هذا المشهد بشكل كامل عبر الصمود عبر صمود أهن المدنيين اللي عم يبيعي سيدهم عم يصندوا عبر صمود هؤلاء المقاتلين اللي عم يسطروا أروع بطولات أمام جيش يمطلق أحدث تقنيات بالعالم وسخرت له كل تقنيات الدول الغربية من أقمار صناعية إلى أسلحة إلى خبرات إلى في بعض الناس عم يتقاتل معهم أمام مقاتلين يقاتلوا بأسلحة فردية بسيطة عم يسجلوا بطولات عم يرسموا تاريخ جديد في المنطقة عم يرسموا تاريخ لتغيير وجه المنطقة والخارطة في 7 أكتوبر عملوا إنجاز كتير كبير سيتكرس هذا الإنجاز عبر الانتصار كيف الانتصار؟ كمان بتتفهم الناس حتى لأن بعض الناس أنا بسمعهم إنه شو هالانتصار وتدمرت غزة؟ أقولوا بالكم هاديه مقاومة وليست جيش جرار يمتلك ألاف الطائرات والدبابات والتكنولوجيا وهدول هدول الناس إغدين قرار يستشهدوا دفاعاً عن دينهم وعن أرضهم وعن عرضهم هدول الناس أخذوا قرار يواجهوا كل هدي الغطرسة الدولية لبوجنا والاستباحة اللي عم تنعمل فينا هدول الناس طبيعي المواجهة إلى طبيعة مختلفة عن مواجهة الدول والجيوز بما أنه عم نحكي عن المنتقدي المقاومة اليوم كلامه بيصب بناحية أساسية وهي هدي الحالة الإنسانية التي يرثى لها بقطاع غزة 70% من القطاع بات مدمراً 70 ألف جريح 10 ألف طفل شهيد يوم في عندك فوق العشرين ألف شهيد صار بقطاع غزة النتيجة اللي بح تحصل بعد حرب غزة تستاهل هذه تطحيات اللي عم تحصل هلأ؟ في خيار آخر بيصير القبول والخنوع للاحتلال الخبول والخنوع أن تبقى فيه سجن كبير في غزة وفي الضفة الغربية ومجرد من كل حقوقك وتقتل وقت اللي بيشاء المستوطني بيقتلك أو جندي صهيوني جاي على أرضك لاجئ موجود فيها بيقتلك وقت اللي جاي عبله أو بيزجك بالسجن لمئات السنوات ما بيستاهل أنه تحرر أرضك ما بيستاهل أنه تعيش بالكرامة ما بيستاهل أنه أنت تستعيد حقك وتبني الأيجال الجديدة وطن فيه كرامة يعيشوا فيه ما في شي بلا تمن ما في شعب تحرر بدون تمن الشعوب اللي لم تدفع تمن دماء تمن تحريره لم تستقل حتى اللحظة هاي يوم ماذا حققنا وماذا لم نحقق بعد بهذه المعركة وين رايحين؟ عم نحكي عن جبهة الجنوب عم نحكي أيضا عن غزة بداية بجبهة غزة بلشت النهية هذه بداية النهية برأيك بعد ما بلش العد العكسي الأمريكي؟ الصقفين اللي طرحهم نتانياهو صحق حماس واستعادة الأسرة لا لا لم تصحق حماس بعده كل يوم في عنده عشرين إلي يعم تنضرب بالحد الأدنى في عنده جنود يتكتم عن عدد القتلى وجرحة تعوله الإليات مألائمة لأنه بعوضوا الغرب عليهم بعوضوا يهم ولكن قتله بالنسبة له مش حين يعملوا له مشكلة بالداخل الكيان علما أن نتانياهو رايح بالمعركة على آخر قد ما كان التمن وأنا قلت قبل كان فيه ثلاث قواعد بهذا الكيان بصراعنا معه هدول القواعد الثلاثة أنه إذا التمن كبير مقابل هدف أصغر ما بيمعملوه إجا شارون قال له لأ إذا التمن يوازي الهدف لأ بدنا نعم ندفع على التمن إجا نتانياهو أقول أيا كان التمن حتى لو هذا شيء كان غصبا عن الإدارة الأمريكية عم نشوف الإدارة الأمريكية وجرد مسرحية اليوم عم نشوف تصريحات بايدن الذي صفع نتانياهو سياسيا يعني كيف تقيم هذه الشولات المندوبين ساترفل وأيضا وزير دفاع يعني كل هذه المندوبين الأمريكيين إلى المنطقة اليوم لربط جموح نتانياهو أليس كذلك؟ نتانياهو بيعرف تماما نتانياهو اليوم مثل قل دمائير قل دمائير بالتلاتة وسبعين وقتل كان نيكسون ببداية الهجوم المصري السوري بدأت تصرخ متل ما بل صرخوا بأول يوم بسبعة أكتوبر اجه الأمريكي يركضوا ووقف حدهم وقت اللي حاول نيكسون وقت اللي عملوا السغرة وحاصروا جزء من الجيش المصري طلب منهم نيكسون انه يزدوا بالطائرات أكل للقوة المحاصرة رفضت قل دمائير اللي كانت عم تستجدي قبل بكم يوم الإسرائيلي هذا هو بس يكون مزروق ومحصور يستجدي كل العالم وبيحاول يسعى أن يتحول إلى ضحية وقت اللي بيسحله أن يقتل يقتل بكل دم بارد وينتقم بكل دم بارد فما بيعود يرد على حدا الأمريكي الأزمة عند الأمريكي هي التالي يعاني بايدن من مواجهة داخل الحزب الديمقراطي بموضوع حجم المجازر والدعم اللامحدود والانتماء الصهيوني لبايدن لأنه بايدن بيقول الانتماء الصهيوني مضروري تكون يهودي وهو عم يجاهر أنه أنا أنتمي إلى الصهيونية هو ولا وزير دفاعه ولوزير دفاعه يهودي فمشان هيك في عنده مشكل مع حزبه في عنده مشكل مع الشباب اليوم الموجود في أمريكا عنده مشكل مع الجاليات الأجنبية وهي القسم الأكبر منها العربية والإسلامية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية بالمقابل هيدا المشكل اللي عنده وعنده مشكله معناة تانية يبحث كان عن شريك لإيجاد تسويات معينة واضح تماما بعد هذه المعركة لا توجد تسوية مع هذا الكيان يلي بيزرع 700 ألف مستوطن في داخل الضفة لن يسمح حتى بدولة رغم تنازل الفلسطينيين عن 70% ومشكل الفلسطينيين طبعا السلطة الفلسطينية عن 70% بالتسوية من منفل الصين التاريخية حتى 30% أو أقل 27% رافض أنه يعطيهم دولة على هذه الأرض بس كيف تشوف اليوم كيف رح يتعامل نتنياهو مع المهلئ الأمريكي؟ بس نتنياهو ما حيرد عليه أساسا نكمل نتنياهو نتنياهو رغم كل هذا الضغط سيستمر في مجازره نتنياهو خصوصا بعدما ترامب أصبح يعتبر مصار المزاودات بالانتخابات الأمريكية أصبح ترامب يعتبر أنه معركة إسرائيل هي معركته والوقوف إلى جانب إسرائيل هو أولوية وأصبحت تنافس بيناتهم من يقف أكثر ونتنياهو يعرف يستفيد من هذا الوضع بشكل كتير كبير اللي عم يطلبوا منه بايدن بإيقالة المتطرفين بالحكومة تطيير الحكومة وعدم قدرة على اكتمال أكثرية إليه لا يقدر يشكل حكومة جديدة فإذا عم بيقوله أنه أنت ما فيك تكمل بالطريقة هاي أو إعادة مساعدة الأمريكيين بتركيب التحالف مع المعارضة المعارضة عم تقول مبدي فيه مأزق حقيقي اليوم والمأزق الحقيقي للأمريكي لأنه عنده انتخابات لو كانت الانتخابات مختلفة كان الموضوع آخر المسألة مرتبطة من سيأتي إلى الواقع المتحدة الأمريكية الجمهوري أو الديمقراطي هاي دي واحدة إذا كان الجمهوري شيء إن كان الديمقراطي جاي بالأداء وطريقة الأداء وبالموقف ولكن لا خلاف على موضوع حماية هذا الكيان بس معقولي أنه انترفقنا الحرب إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بلش الاستثمار فيها عم تقول بالإدارات المقبلة أو بالإدارات المرجحة أنه توصل لرئاسة مثلا هاو عم يحكي بسنتين عم بيقول أنه أنا بدي أكمل وصار الفهمين أنه ما في يقضي هون بتردني على كلام آخر أنه كل اللي عم يحكي أنه ما بعد حماس وتشكيل سلطة وإرسال قوات دولية إلى الداخل هذا الحك يطولو بلكم بعد المقاومة عم تقاتل وبعد المقاومة بوجودة حماس والجهاد والجبه الشعبية والديمقراطية والقائر العام وكل التنظيمات اليوم كل التنظيمات عم تقاتل جوا هذه التنظيمات ما فيك تجي أنت تفصل إياس كأنه هدول انتهوا ومش موجودين وقاعد عم تفكر ما بعد معركة غزة مش صحيح من يرسم ما بعد معركة غزة هو المقاتل اليوم اللي عم يضحي وعم يقاتل على الأرض فهذا الحكي أنا بدي خليني يرجع ما بعد الانتخابات الأمريكية طبعا إحنا رايحين إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية ما بعد الانتخابات الأمريكية في عنا أكتر من مشكلة في عنا بعد الانتخابات الأمريكية احتمال أن يروح الكيان على انتخابات مبكرة صارت معه أكتر من مرة قبل في موضوع السلطة والانتخابات ما بعد إذا انتهت المعركة فإذا مصير المنطقة وشكل المنطقة مرتبط بنتائج المعركة ومرتبط بالانتخابات وأفرازات الانتخابات اللي حتتشكل من العالم والمنطقة بعد الفترة هاي المقبئة أساسا إذن يعني هذه الفترة هي مجرد وهم وصراب اللي حطى الأمريكي هو لنهاية أو قبل العياد اليوم أمريكي الإسرائيلي بده لشهر كنون الثاني أو لأخر شهر كنون الثاني حتى أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي قال سنحتاج شهورا وهذا الشيء اللي بعزز فكرتك أنه هناك اليوم نية نتمنى أن تنجح طبعا بالقضاء على الفصائل المقومة بحركة حماس وباقي الفصائل هل من قدرة لدى الإسرائيلي اليوم على القضاء أو يعني إذا طال أمد الحرب هل لديهم قدرة اليوم على تصفية القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية؟ التصفية كانت قبل المعركة قبل 7 أكتوبر كانت التصفية ميش وقت اللي بيطلع بالأمم المتحدة نتنياهو بيقول ما في شيء اسمه فلسطين وعم يحكي عن شرق أوسط جديد عبر الاتفاقيات الاقتصادية وخطوط النقل والممرات والتعاون مع الدول العربية فإذا التصفية كانت ميش إجت 7 أكتوبر أعادت القضية الفلسطينية إلى المربع الأول وأصبحت القضية الأولى في العالم إذا بتلاحظ أنت ما عد حدا عم يسمع عن أوكرانيا ما عد حدا عم يسمع عن السودان ما عد حدا عم يسمع عن ليبيا ما عد حدا عم يسمع عن محل اليوم القضية الأولى الموجودة هي القضية الفلسطينية هذا الحكي تم إعادته بدماء الشهداء وبالتضحيات بعد 7 أكتوبر وب7 أكتوبر فإذا لحنا ما بحد فيه تجاوث هذه القضية ولكن كمان ما في إمكانية لتصبيتها لأنه اليمين الإسرائيلي يسعى إلى استفادة من الوقت قد ما تيخد وقت عنده خيار وحيد أن يزج الفلسطينيين في منطقة جغرافية ما بين الأرض البصرية بين سيناء وبين فلسطين مشروع نتنياهو بالترانسفير بعده موقف ولا لحظة كل هذا الوهم والمناورات وكل اللي عم تسمعوا هذا حكي المشروع الأساسي بعده مكمل عبر النار بيزج الفلسطينيين المدنيين بيزجهم واخراجهم خارج حدود فلسطين إلى أرض في عدنسيا بلشت المعارك اليوم حد رفح اليوم طبعا يجري اليوم حشر بيحشرهم 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 لتهجيرهم إلى المصري لن يسمح بدخولهم هنا أنه جيش المصري بدل ما نرسل 200 ألف لمنع الدخول للفلسطينيين نرسل 200 ألف نصرة الفلسطينيين بداخل غزة وأجبار الإسرائيلية على وقف الإبادة والحرب اللي عم تصير وهي مشكلة وهي مشكلة وهي مشكلة بضعف الموقف العربي وبتخازل الموقف العربي وبخنوع الموقف العربي هدول دمكم هدول أعراضكم هدول أهلكم هدول أطفالكم هاي فلسطين عم تطلبين 200 ألف جندي مصري اليوم أنه يدخلوا عسكريا أنه البعض عم بيراهن اليوم على الموقف المصري بأنه يتراجع قليلا بحيث أنه يعني لن يصمت طويلا أمام نداءات أهالي غزة بأنه يفتح لقيلهم طريق ويروحوا على رفح الحكي عن منطقة العازلة أنه يكونوا بمنطقة عازلة بين الحدود وبينونيك وتتحول هذه الأزمة إلى أزمة عالمية هكي يسعى نتنياهو واليمين الإسرائيلي تصبح هذه أزمة إنسانية كبيرة وأزمة عالمية بتاعوا ندورهم على حل وين بدنا ناخدهم لنخلصهم من هذا الواقع اللي فيه بناخد شيء على الأردن شيء على تركيا شيء على مصر هذا الحكي ولكن هذا الحكي كله نظري بعد أمام صمود المقاومين وقتيلهم وتحميل خسائر كبيرة لجيش الصغيوني بعدنا لحد اللحظة هاي هذا مشروع نتنياهو ولكن هل يتحقق أو لا هذه المعركة بتقول أنه طبيعة ظروف المعركة بتقول حيصير ولا لا الفلسطيني ما زال عم بيقاتل الفلسطيني ما زال بيجع بعد يمتلق عدد كبير من المقاتلين ما تمزجهم بعد المعركة المفاجآت عم تتم بشكل متتالي المحور هون أنا حضرتك سألت عن موضوع جنوب لبنان المحور اليوم المحور ما زال عم بيصعد بعملياته دفاعا عن غزة ونصرة لأهلنا بغزة ومن اليمن اليوم ما في حدا يطلع في إقرار دولي أنه اللي قاموا فيه إخواننا باليمن تحيي كبيري لألون عطل النقل التجاري إلى هذا الكيان عطل حركة النقل التجاري إلى هذا الكيان اللي استسخفوا الموضوع بالأول وطلعوا وصاروا يقولوا شو بدن يعملوا شو حيساووا ولا حيطلعوا الأمريكان يضربوهم بدوا يطولوا فيلهم بالزيارة قائد المنطقة الوسطى الأمريكية لقاعدة عسكرية بالعراق بالأمس وضربة بهذه اللحظة هاي وركد إلى الملجأ كمان بدنا نشوف هاي المقاومة العراقية تضرب القواعد الأمريكية إن كان في العراق أو على الحدود السورية العراقية بلبنان المقاومة اللبنانية تلحق خسائر بشكل يومي هذا الكيان موضوع المادي لا قيمة إلوه جاهز الغربي يعوضوا عن كل اقصاراته مية ولا ميتان ولا ألفين ولا تلافتالاف مليار وللأسف في حكي إنه في غير في غير الأمريكي والأوروبي ممكن يدفع له مصاري كمان للأسف فمشان بس لأنه هاي الخسائر البشرية هي هاي اللي تؤلم هذا الكيان فإذا المقاومة بلبنان تحمل خسائر بشرية بشكل دائم فارضة عليه فارضة على هذا الكيان أو لجمته بحجم الرد لحنا عم نقول هذه الحرب وهذه المعركة انفكر هذا الكيان يعني بحال أراد توسيعة باتجاه لبنان المقاومة جاهزة الجيش اللبناني جاهز شعبنا اللبناني مش هيكون عم يتفرج تهديدنا بكل يوم انه هيحول بيروت إلى غزة ستتحول مدنه كمان إلى غزة بتوافق على الكلام اللي قاله الوزير السابق وياموهاب حينما قال انه رغم كل تضحيات التي قدمتها المقاومة لم أشعر بأنها خففت الضغط على غزة وما فينا نكفي بتعطيل كل شيء في لبنان بتوافق على هذا الحديث؟ بالعكس لحنا مع المواجهة مع هذا العدو الصهيوني ومع قتال هذا العدو الصهيوني ولكن هذا مشتزق الكلام تبع الوزير وهاب مشتزق لأنه قال انه هاي المعركة عنده الأميركي عدد عسكر أكتئي عنده فرق قادر يزج فيها بالمنطقة هون ما بتأثر على إداءه العملاني بمنطقة غزة ومحيطة وبالضفة الغربية فإذا ما في جدوى انه بجلب هايدي القوة للتخفيف ضغط العسكري لا هون هون وقال حرفيا أنا لم أشعر بأنها خففت الضغط لا عن جبهة غزة تحميل الخسائر لهذا العدو تحميل الخسائر في إرسال رسالة السياسية ما دايما المسألة في مشيب السياسة له علاقة إرسال رسالة السياسية سياسية لكل العالم أنه هايدي فلسطين ليست متروكة وحدة اليوم الوزير وهاب اللي يمكن سلّف مواقف كبيرة مواقف كبيرة لحزب الله لقى هجوم كأنه لم يكن صديقا لهم قف هدا مهون بدك تشوف مين سوّق الكلام ويشتزقه بتقول لا إلهة بتطلع أنت عم تقول ما في إلهة بتكفر بتقول إلا الله بتطلع مؤمن طلع الوزير وهاب قال التالي قال ليلتون حضرتك كملون قال ولكن هذا الموضوع بتقرروا المقاومة خلف المقاومة طيب ليش ما بنا نسمع هدول الوزير وهاب المحطوط على العقوبات الأمريكية نتيجة مواقفه إلى جانب المقاومة وقت المكان حدا عم يتجرأ من لي طالعين اليوم عم يتطاولوا عليه كانوا بوقت المحكمة الدولية كلهم خبّى بجحوره فهلأ طلعت الناس عم تتطاول عليه عاي رأيه بيحمل الصواب والخطأ رأيه ممكن نختلف معه فيه ولكن ما بخون الناس عملية التخوين أنا ضدها ضد نظرية التخوين وفكرة التخوين بهذا الشكل لحدا حليفك هاي واحد اتنين اشتزاء الفكرة اللي قاله كمان معيب اشتزاء الفكرة اللي قاله كمان معيب للتحريض عليه لأنه في حدا ما بيحبه يخي مش موضوع من حبه تضحيات اليوم طبيعي عن مئة شهيد اليوم أو ما يناهز مئة شهيد اليوم اعتبر البعض أنه هذا استخفاف بالتضحيات التي يقومون بها وبأنه ما إلا عازي أنه شهداء وعلى عيني وراوسي بس ما أثروا شي على غضب إذا خدت باقي الجملة ما بيعود فيه استخفاف إذا خدت باقي الجملة إنه لحنا هيدا الخيار للمقاومة ولحنا خلف خرار المقاومة ما بيعود فيه استخفاف إذا خدت أول جزء منها بصير فيه استخفاف الرأي هلا هذا الرأي هذا الرأي رأي هذا الرأي يمكن ما يعجبك هذا الرأي يمكن قسمه من اللبنانيين عم بيقوله بس يحتمل الصواب ويحتمل الخطر طبعا إذا فكرت فيها اليوم بجبهة الجنوب دغرش شيطانة والتخوين لماذا أثرت اليوم على قطاع غزة وكيف يوم سحبت اليوم منهذة ضغط على قطاع غزة أول شي طبعا سحبوا جزء من القوة ومن الطائرات الإسرائيلية ومن الحاق خسائر بشرية بهذا العدو موقفة الحرب على قطاع غزة عم نحكي عن عشرات الأليل طبعا بس أنا اليوم عم تحملوا خسائر هذا الكيان بس الخسائر البشرية والاقتصادية هي الي بتأثر فيه اقتصاديا انت عملت له شلل في منطقة جغرافية كبيرة عم تحملوا خسائر بشرية عم تقلب الرأي العام الإسرائيلي هدول إنجازين مبدئيين بالسياسة عم تقول هده المقاومة مش متروكة وانت معها وهي فلسطين انت معني فيها حتى لو اختلفنا في موقف ما ما بتطير هاي تاريخها كله كل اللي عامله انت هده الرأي يبقى رأي يبقى رأي ولكن لغة الهجوم والتخوين حدا يطلع يشتزق كلام لا يحرد أنا برأيها دموعي اليوم أستاذ شاكر سمعنا جمل كثير منكم ومن مناصري حزب الله ومن حزب الله بأنه في حال اليوم شعرنا بخطر وجودي بأن حماس اليوم أمام خطر وجودي سنتدخل أكيد وسنفتح الجبهة على مسرعيها أكيد اليوم هذا الشيء بعد وقائن بعد وقائن وعلى أي أساس اليوم بما أنه الجبهة صرنا اليوم يعني نحن أمام تطورات دراماتيكية أول شيء حتى اللحظة هاي لا تزال المقاومة تقاتل في شمال غزة باعتراف الإسرائيليين لا تزال المقاومة قصفت مبارح مناطق بالقدس من شمال غزة هذا جمال غزة يلي ما بقى عم يحكي عنه الإسرائيلي يلي عم حاول يصور للناس كأنه انتصر هو انتصر على المستشفيات وعلى الأفران وعلى آبار المي وعلى خزانات المي وعلى المدنيين وعلى قتل المدنيين تدمير الأحياء ولكن على المقاتلين لم ينتصر ما زالت المقاومة تقاتل بشمال غزة بجنوب غزة المقاومة تقاتل وتلقن دروس لهذا العدو فإذا حتى اللحظة هاي المقاومة ما زالت تحتفظ بقوتها وبقدراتها وعم تقاتل بأسلوبها وبطريقتها باستدراج العدو إلى مناطق معينة لقدرة المقاومة على قتاله يعني التفوق الجوي وقتل بصير في الاتحان من نقطة صفر الجوي والبحري والبر ما بيعود إلو قيمة تصير مقاتل بمقاتل هون عم تنتصر المقاومة رغم الدروع الحديثة اللي معهم رغم الأسلحة الحديثة اللي معهم رغم كل الإمكانات وقت اللي عم تصير المقاومة من تومن وقت اللي عم تصير مقاومة رجل إلى رجل صاحب الحق هو اللي عم ينتصر بهاي المواجهات فإذا المقاومة متى تقرر المقاومة توسيع والدخول هايدي مرتبطة بمسألتين بطلب من حماس وقت بتشعر حماس أنه هي حتى اللحظة حماس تقول أنه لحنا عسكريا مرتاحين لحنا عسكريا حتى اللحظة ندير كل قواتنا بعدهم ضبط وقدرة وسيطرة على كل القوات أنت عم نشوف الفيديوهات التصوير وارسال التصوير بعدك بعدك أنت عامل إدارة وسيطرة على كل المعركة فإذا أنت مرتاح اليوم جنرال إسرائيلي عم بيقول السنوار يتحرك بكل الأريحية ويدير معركته لا يشعر بخطر أنه فيه سيف على رأبته وإذا الصحيح اللي عم بيقوله في يوم اللحظة اللي بتقول فيها حماس أنه لحنا فيه خطر جدي ولحنا بدأت إمكانتنا تتراجع ولحنا المطلوب مؤاذرتنا بتصور المقاومة ما حتخزلونه ولا بلحظة وسحتى اللحظة الصراع الفلسطيني الصراع الفلسطيني في داخل فلسطيني يحقق أهدفه أنا قلت معك من أول يوم المسألة مختلفة وقت اللي بيكون الصراع فلسطيني صهيوني الصراع على أرض فلسطين لا يهزم الفلسطيني قد ما كانت الخسائر إلا إذا استطعت هجيرهم خارج فلسطين نتانياهم واليمين الإسرائيلي مشان هيك أنت على أرضك ما بتخسر بتربح معركة بتخسر معركة بتتقدم هون بترجع هون بترجع بترجع محل من سحبت ولكن من فلسطين ما فيك تخرجون إما شهداء إما شهداء أو بتحت الضغط البشري على حدود حدود أرض إذا أدر وأنا أقول مش هيقدر تخبع حماة الكثير بعد حتى اللحظة كل ما دخل الإسرائيلي إلى المناطق السكنية كل ما دخل الإسرائيلي هذا المبنى اللي عم يتدمر عم يتحول إلى جشمة عم يتحول إلى مخبأ إلى مقاومين عم يطلعون من تحت الركام عم يضربوه عم يحكوا الإسرائيليين إنه إحنا فيه شياطين عم يتواجهنا ممنعهم من عم يطلعونا من تحت الأرض من فوق الأرض عم يطلعونا من بين الردم هذا المشهد سيشكل حالة ضغط على هذا الجيش الصهيوني سيطلب الجيش الصهيوني بعد فترة زمنية إنه ما فيه تتمل بدأنا نسمع عن تغيير إنه المرحلة التانية من العمليات أن تكون العمليات موضوعية هذا طلب الأمريكي هذا الطلب الأمريكي اللي يلتزم فيه نتنياهو نتنياهو مصر على عملية التهجير والترانسفير سيستمر في القتل والتدمير هلأ إنه سطاعت المقاومة تبيض السجون ستستطيع المقاومة أتلوا ثلاثة من أسرة هون اللي كانوا هربنين واضح حياته المقاومة موزع الأسرة إلى العديد من المناطق حتى كمان أمنيا وهذا هو الشكل الصحيح ثلاثة هربنين من أسرة أتلهم الكيان طيب وقت الجيش الصهيوني بيأتوا لثلاثة من أسرة من الجنود تعولوا يعني ما في استعادة للأسرة إلا عبر التفاوض وبدأوا اليوم عم يحكوا كلهم إنه خلينا نروح على التفاوض ونطلع أسرانا أسرهم مقابل طبيض السجون هيدا المشهد اللي عم يصوروا للناس اعتقال الناس من حماس طلعوا الإسرائيليين كذبوا هدول مدنيين عم بيكلبشون ويشلحون بالزلطة ويغدون لأخذوا أسرة من حماس ولا في أسرة من حماس أكيد حماس عنده شهداء في المعركة ولكن لا يوجد أسرة من حماس هذا نفاق وكذب إسرائيلي لمحاول تلميع الصورة أمام الرأي العام الإسرائيلي الضغط الإسرائيلي اليوم على نتنياهو للتفاوض وهناك ضغط وعلى حكومته لاستعادة الأسرة تعولهم الصقب حيكون وقف طلاق نار طبيض السجون هون بطبيض السجون أنا عم أقول أنا شايف أو أعتقد يعني أنه مروان البرغوتي وخصوصا بالبيان الأخير اللي عمله اللي طال فيه بالضفة الغربية كتائب شهداء كتائب فتح والسلطة العسكر طبعا السلطة بالوقوف إلى جانب أهلهم بغزة والانتصار لأهلهم بغزة وعلما مروان ما حل الدولتين يعني مروان ما حدا في يجي يحمل عليه أنه ضغط حل الدولتين فمروان البرغوتي بإخراجه من السجن أنا برأيي ممكن أن يكون هو مخرج للم الشمل الفلسطيني بالحد الأدمى وتشكيل حالة سياسية بين غزة وغزة مع عندي مام بحركة حماس لمنظمة التحليل الفلسطيني هذا شي ويرد برأيك أنا برأيك عم نشوف تخبط اليوم بتصريحات قادة حماس بأنه منعترف بإسرائيل منظمة التحليل الفلسطيني ما اعترف بإسرائيل طبعا منعترف بإسرائيل أو لا منظمة التحليل الفلسطيني أو لا نقبل بحل الدولتين أو لا أي صيغة سياسية اليوم هي المقبولة أكثر لحركة حماس وبما أنه هي المعنية اليوم وهي موجودة على الميدان وبالأرض وأنه الكلام هو للعسكر اليوم حماس حماس هل عم تحكي حماس موافقة على هدنة ولكن هدنة كيف ولا مرة الإسرائيلي طرح طرح هدن أو طرح تسويات كان فيها شيء من المنطق حدا قال معه إيه ولا لا يطرح على القبول تبقى مثل ما أنت في معتقل كبير بغزة تبقى المخيمات مستباحة بداخل ضفة الغربية والمدن مستباحة بداخل ضفة الغربية والمعابر الإزلال اليومي على المعابر اللي بدون طلعوا يشغلوهم مفتوح مجال شغل وحيد أن تبني مستوطنات وفي المعامل الصيونية تبني للمحتل بيوتا يقعد فيها منع عودة المطار منع المرفأ بغزة منع استثمار الغاز بغزة للفلسطينيين استثمار سراويتهم طيب أي أساس بدك تعمل معه واحد عم بيقول لك أنت ما موجود وأنا بدي أقتلك وبدي أسحقك وهناك تأييد من الغرب لألو ليش بد يعطيك طيب حماس ده توافق معه عشو حماس معنية تقول أنا مش موافقة طرحوا شيء منطقي وصار في نقاش عليه قدمت السلطة يعني قد أبو عمار لقدر عطاهن ما حدا في يعطيهن رمز أبو عمار للقضية الفلسطينية وأبو عمار أنا دايما منتناقش بالنقاش في طلع أبو مازان يقول أنا ممضيت ولا على اتفاق أبو عمار مضيهم كلهم كل اللي مضيهم أنا ضدهم فيه إنجاز وحيد عمله أبو عمار أعاد الصراع إلى داخل فلسطين هذا إنجاز وسجل له من هلأ إلى يوم القيمة وهذا هون نقل الصراع داخل البيت وهذا الأزمة للإسرائيل اللي صارت الكبرى مشاناك قالوا لا عودة إلى أوسلو قال نتنياهو لم نغلط غلطة أوسلو مرة تانية استدرجوا بأوسلو أبو عمار عارف ما هيعطوه دولة ولكن نقل الصراع إلى الداخل قدم كل هدول طيب حماس بدأ تعطيك اليوم مقابل شو ما أنت ما بدك تعطيه ولا شي بدك تفاوض على أي أساس الميدان هو يقرر الشكل القادم الضغط الدولي الضغط الشعبي على المجتمع الدولي سيعيد رسم خارطة جديدة المنطقة داخلة بمنطقة انعدام وزن واستاتيكو واستمرار إلى ما بعد الانتقابات الأمريكية والانتقابات الموضودي هل يتم تصدير هذا السؤال الأكبر هل يتم تصدير معركة تحفظة إلى المنطقة بشكل أوسع اليوم بما أنه اليوم نحن رايحين على على أشواط قادمة ومقبلة وساخنة أكثر توسيع المعركة سجل على هذا الكلام توسيع المعركة يعني إخراج الأمريكي من هذه المنطقة توسيع المعركة بالشكل اللي عم يتفكر فيه والأمريكي بيعرف هذا الحكي مشانيك مش حيروه على توسيع المعركة إخراج الأمريكي من العراق ومن سوريا بحال توسيع المعركة وفرض واقع جديد في المنطقة مشانيك الأمريكي بيعرف تماما بقيادة من رح تكون هاي المعركة عم تحكي عن إزالة دولة كبرى. ما إزالة. بدأ دولة كبرى اليوم تشيرها. مي بود يشير أمريكا اليوم من المنطقة؟ كان السيد نصر الله واضح بإشارته أو بوضع أصبعه على اتجاه الأمريكي اليوم وسفن ومدميرات الأمريكية. يعني بتقصد أنه فيه نحن مواجهة مباشرة مي رح يكون مواجهة مباشرة مع أمريكا؟ يعني شو المشكل ما بفيتنام كان الأمريكي كله بأده وأديده وبحاملات طائراته وجوده على الأرض كم موجوده أخرج؟ بفيتنام أخرج؟ بكوريا أخرج؟ بالعراق مبارح أخرج؟ أي حرب اليوم وأي مواجهة ستوزيل الأمريكي من المنطقة؟ أين إيران؟ اليوم هو السؤال الكبير أين إيران بالمنطقة؟ هل هي اليوم بإدارتها ستكون المعرفة؟ بالآخر بيفوتوا كل الأسر إيران رح تفوتوا مين؟ مين في بعض غير إيران؟ شو؟ إيراني الروسي الصيني كله معنى؟ نحكي عن حرب أقليمية صرا مش بالمباشر مش بالمباشر بفيتنام الدعم الروسي والصيني مع قتال الشعب الفيتنامي وصموده الأسطوري وأبدعه أدى إلى هزيمة الأمريكان بس كان فيه روسي صيني دولة الروسي والصيني قدر عمل هذا الإنجاز الشعب الفيتنامي وحده بس؟ لا فإذن أنت اليوم فيه مصالح السياسة هي مصالح فيك تقول لي الروسي مستفيد مما يحدث اليوم ومن المواجهة بالمنطقة هون أو لا؟ كانت كل الجهود مركزة عليه بأوكرانيا ومعركة مفتوحة معه هونيك وكل الإمكانات تتوجه لهونيك اليوم عم يطلع الرئيس الأوكراني زيلنسكي عم بيقول لهم إذا بتعطوني إمكانات وقفتوا عني الإمكانات أما حوقف الحرب أنا ما فيني يكمل هيك فهذا مي مستفيد منه؟ هون مستفيد الروسي الاستفادة الروسية من المعركة بشكل أساسي وأول الصيني هاي المواجهة اللي أبعدت اليوم المواجهة عنه بموضوع تايوان واللي كانت محتدمة وكانت قاب قوسيني أوادنا أن تتحول المنطقة إلى ساحة مواجهة هونيك التهو هون من هو مستفيد بإطالته وأمداده ودعمه ودعم القوى اللي عم يتواجه الأميركي هون بدنا نقرأ هون هيك لأنه التاريخ بيقول هيك والتاريخ دايما يعيد نفسه التاريخ بيقول هيك هلا بيجي واحد بيلي الأميركي أنه كيف بدي يخسر خيه أميركي خسر عسكريا مئة مرة ولكن الأميركي برقباتي لدرجة أنه بفيتنام خسر بالحرب فات بالاقتصاد على فيتنام بيرجع لك الأميركي بيوجه آخر بيرجع بطلعه من الباب يجيك من الشباك هذا نقاش تاني ولكن الأميركي بالتاريخ هزم في قوة وقفة دعمة هالحركات والمقاومات الموجودة أكيد في قوة أقليمية وفي قوة دولية ولكي بتصير المواجهات كلها ترتبط على أساس المصالح أنت أهميتك تعرف أنت بلحظة لحظة المناسبة قيمتين تكون قضيتك تستثمر فيها صح وتواجه فيها صح بلحظة دولية يكون معك حدا من الأطراف الدولية المتنازعة والمتقاتلة تستفيد منها أنت هون أهميتك أما إذا رحت بلحظة توافق ما وما حدا بده يوسع في غزل دولة تروح تعمل مواجهة الكل بيتفع لك وتنتبح أنت اليوم تظل هذا الصراع الموجود بالعالم المقاومة الفلسطينية عنده فرصة تاريخية والمحور عنده فرصة تاريخية بمواجهة الأمريكي في المنطقة والصهيوني هاي فرصة تاريخية لو ما هذا اللي عم يتغير بالعالم هل يتجرأ كان حدا يضرب القواعد الأمريكية هل يتجرأ حدا يضرب البواخر الإسرائيلية بالبحر الأحمر فيه متغير بدا تشوفه الناس ما حدا يستسهل اللي عم يصير هذا اللي عم يصير عم بيقول للأمريكي طالما أنت مستمر في هذه المعركة ما صالحك في هذه المنطقة اللي أنت مش حتكون بخير بدأ تقرأ هاي العالم هاي القصة يلي ما بده يقرأ هايك عنده قصور نظر يلي بس بده يهاجمك لا يهاجمك هيدا مشكلة اليوم كمان المدميرات لها حديث متواصل ومتواتر اليوم في البحر قبيلة السواحل سواحل لبنان وفلسطين اليوم ماذا تقول هذه البواخر للبنان تحديدا عم نسمع كمان عن حروب استباقية أو حرب استباقية على لبنان لا إعادة أو لا إزالة هذا الشبح الذي يسمى حزب الله أنا شايف الأمريكي كل ضغط الأمريكي لعدم توسع المعركة قلت لك مصالحه بالمنطقة بتقسر حزب الله يختلف عن كل أهمية حماس وفلسطين ولكن حزب الله مسألة مختلفة بالنسبة للواقع اللبناني هذول جزء من اللبنانيين وجودهم متجزر بالأرض بقراءه بالمدن موجود بين أهله وبين ناس شو عندك تخرجه لوين ما فيك تخرجه أي واحدة نين أكيد لن يكون الإيراني يعني مكتوف في الأيدي وعم يتفرج بحال هيك مواجهة في حال حرب أصدق على لبنان طبعا الإيراني لن يتفرج بحال حرب أمريكية بحال حرب إسرائيلية حزب الله كافية لبرك لكن في حال توسعت صار قرار دولي وفي حرب أمريكية على لبنان لن يكون متفرج الإيراني ولن يكون المحور كله متفرج وما حدا ليك أكبر من هيك المسألة بالآخر هيد الناس عنده مصالح كل الغرب عنده مصالح تبقى مصالحه بدنا نشوف هاي تبقى مصالحه بالمنطقة كلها بدك تشوفه هني بيعرفوا هذا الحكي وما حدا مرتاح لا اقتصاديا حدا مرتاح ولا عسكريا حدا مرتاح ولا سياسيا حدا مرتاح حتى هاي الدول المتأمر علينا كمان إني عندهن أزماتهم بالداخل فإذن مثل ما إحنا رايحين بستاتيكو طويل لمبعد الانتخابات الأمريكية لنشوف الأمور كيف بده تروح المواجهة مستمرة بغزة مستمرة المقاومة مستمرة لن يستطيعوا أنه هاي المقاومة يكسروها مثل ما شايفين إحنا ثلاث جيوش عربية ثلاث جيوش عربية هزموا بسنة السبعة وستين مش بست ايام بست ساعات هاي دي المقاومة أطعت الواحدة وسبعين يوم هاي دي المقاومة قربنا على الشهرين ونص هاي دي المقاومة ما زالت محتفظة بقدراتها العسكرية وبإمكاناتها وتكبد العدو كل يوم خسائره فإذا المسألة رايحة بهذا الاتجاه الإسرائيلي اليوم يحاول بشتى الوسائل أنه يرجع سكان الجليل الأعلى لمناطقهم وإغلاق جبهة لبنان عم يحكي بالسياسة وعم يحكي بالتهديد والوعيد اليوم ويرد اليوم سحب كل الأسلحة الثقيلة والصاروخية والمدفعية لحزب الله إلى شمال الليطاني وعم نسمع عن هذه التسريبات من قناة الحدث أو تسريبات دبلوماسية بأنه ممكن يصير فيه ديل بهذا الموضوع ديل بيصير إذا صار إذا سحب الإسرائيلي 20 كم أو 30 كم أو 10 كم المطلوب من ميلة لبنان أن يسحب الإسرائيلي هناك مين بيأمنا من الإسرائيلي إحنا كمان لماذا دائماً المنطقة بدي تكون منطقة في لبنان في شي جديد به عادلات جديدة هذا التوازن اليوم المعمول ما بقى نقبل إحنا بالـ 1700 وحد كان الإسرائيلي موجود داخل الأرض اللبنانية كنا عم نقاتل إحنا وياه داخل الأرض اللبنانية بشيء اليوم إحنا عم نقاتل على حدودنا على حدودنا اللي إحنا عم نقاتل ليش أنا بدي يسلم هنا هاي رسالة لوزير الخارجية اللبنانية مش مقبول بعد نقبل المطلوب بعد تعديل الـ 1700 وحد مش مقبول أن تكون المنطقة شو بدي يسموها يسموها أن تكون من ميلة وحدة يجب أن تكون من منطقتين ليش أنا بدي أقمن لدباباته لأسلحته لكل الموجود فيه ويجب أن يتوقف الخروقات الإسرائيلية بالجو وبالبحر وبالبر يجب أن يتم وقف منعنا من استخراج سرواتنا أنا معك هون إذا ما في نفط إحنا راحين على الحرب اليوم إحنا موجودين بالحرب منصة الكريش موجودة ضمن بنك أهديث أو أي بنك أهديث كريش 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 بنك هدف موجود وموضوع على الخارطة أكيد لن نقبل نرجع لحنا إلى ماكين يعني بحال توقفت الحرب في غزة وهي المقاومة فرضت الواقع اللي حتفرضوا إن شاء الله بغزة بمعنى لحنا بحال يفرضوا علينا قواعد لحنا كمان في قلنا مطالب المطالب أن تكون المنطقة الإمنة على الحدودين بإبعاد الجيش الصهيوني على حدودنا السماح لنا باستخراج نفطنا منع نفطنا أنت برأيك مش بقرار سياسي طيب أنا سألتك المرة الماضية عندكم بيسحمروا يحمروا بالمنطق أفوق في نفط ولا لا كل الدنيا بتعرف أنه عنا نفطه وتم إغلاق الأبار مين جيب شركة تطلع تنقب عن النفطه جيب شركة تستخرج النفط موجود بالبحر لعبوا معنا فيه وما فيه ومضوه معنا الترسيم اللي أنا ضد الترسيم أنا بعدني حتى اللحظة هاي مع إعادة النظر بالترسيم لحنا قالنا التسعة وعشرين عم تحكي عن نصف اتفاقية ترسيم لحنا قالنا التسعة وعشرين اللي صار خطأ ولي صار غلط هلأ فيهم ما فيهم موضوع آخر على الأقل أن يسمح لنا بالتنقيب عن نفطنا حاج منع الشركات من التنقيب عن النفط عنا بلبنان اليوم عم نسمع عن تهديدات إذا لم تنجح التسوية السياسية الدولية بإبعاد حزب الله إلى مورق نهر الليطاني فإن إسرائيل ستتحرك عسكريا هل تأخذ اليوم التهديدات الإسرائيلية بشان حرب استباقية على لبنان بمحمل الجد؟ بكل لحظة ولا لحظة إلا لحنا مهددين من هذا الكيان الصهيوني بكل لحظة لحنا مهددين ماذا يعد حزب الله لهذه اللحظة تحن إسرائيل حرب على لبنان وهل سينتظر هذه اللحظة؟ المقاومة دائما تطور قدراتها المقاومة بكل تشكيلاتها لحنا معنيين كاللبنانيين أن نكون لحنا جزء من المقاومة أن نكون مدافعين عن وطننا وعن بلدنا إذا جد كنا سيديين مش سيديين تعول السفرات إذا كنا لحنا جديا معنيين باللبنان لحنا معنيين بالدفاع عن وطننا لحنا تطوير القدرات والإمكانات وتدريب والتجهيز والتسليح هذا على قدم وساق بس كمان بدي يقول لحنا مقاومة تدريب وتجهيز بدي أتوقف لحنا مقاومة بدي أتوقف عند التدريب والتجهيز نعم وأنت اليوم يكن عملت طلائع لحالك اليوم في انتئادات لقيتها اليوم حركة حماس بداوترة طلائع طفان الأقصى في عنا اليوم كتيبة الشهيد أبو طاها هي الفصيل العسكري التابع للتيار العربي اليوم صحيح ماذا يعد وماذا يعد لهذه اللحظة؟ لحنا نسعى دائما كجزء من المقاومة أن نطور قدرات إخواننا في المواجهة مع هذا العدو إنصالة المواجهة نسعى إلى أن نكون جزء من العمليات ونحن عبر المشاركة ونطلب هون نطلب من كل اللبنانيين أن يكونوا جزء من هذه المقاومة دفاعا عن بلدنا أما بالنسبة لطلاء على الأقصى وضحت حماس طلعت حماس قالت أنه نحن تحشد كل الطاقات والتعبئة لشعبنا الفلسطيني الموجود هون طيب بدون مزاودات وبدون مبالغات ورجع توضحت حماس أنه تعبئة شعبية واجتماعية ودينية وثقافية طولوا بالكم هناك إقرار لبناني أنه المخيمات الفلسطينية فيها وجود عسكري مسلح فلسطيني بعين الحلوة بالبداوي أغلب المخيمات بالرشيدية فيه وجود مسلح فلسطيني للتنظيمات وجزء من هذه التنظيمات حماس حماس إذا دعت جامعتها للتعبئة ولا ما دعت جامعتها للتعبئة ما هي موجودة وهني في داخل المخيمات مسلحين وهذا بإقرار الدولة اللبنانية وهي دي مسألة منها جديدة ولا للشباك اللي كان بعين الحلوة بشو كان للشباك كانوا عمضوا لبعضهم بالبندورة يعني فإذا السلاح بداخل المخيمات والتعبئة بداخل المخيمات إن كان لحماس أو لفتح أو للشعبية أو لأي تنظيم إن كان هاي دي مسألة بين شعبهم موجودة ومتاحة هاي الحملة عليها يطلعوا يعني حدا يطلع يخوف اللبنانيين يا لطيف شو عم بيصير طولوا بالكم هاي موجودة تعطيها الشرعية اليوم مش أنا عطيها الشرعية تسلح اليوم مش أنا عطيها الشرعية هذا تنظيم اليوم داخل تنظيم داخل مخيم اليوم كمان هذا شيء يعد خطير على البيئة اللبنانية كي هاجس ويخيف اليوم جزء كبير من المسيحيين هاي من الأحزاب المسيحية مش صحيح ليوم مش صحيح مين من المسيحيين مثلا بس اليوم هيدا الموضوع لقى اعتراض بمين من المسيحيين اليوم انتوان زهرة راح زهرني لقلي ولا راح على 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 الضفة ما بنا نشتغل بنا نحكي الامور متل ما هي ما نعقي متل ما بدنا القوات اللبنانية بيظل الخلاف الفلسطيني السوري كان محتضن الفلسطيني عند القوات اللبنانية كان يسهل للفلسطيني ادخال السلاح وكل اغراض لمواجهة السوريين هلا وقت البدنا نستقبلهم ومنسهلهم وقت ما بيجي عبالنا ما كانوا ضباطهم موجودين عند القوات ضباط فلسطينيين هلا بطل يصاروا بشكله خطروا بخوفوا هادي بتحل الدولة اللبنانية وبتحل الحكومة اللبنانية اعادة اللحنا مع اعادة ترتيب الوجود الفلسطيني في لبنان وتنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان ان يكون يسمح للفلسطيني ان يعيش حياة لائقة مش كمان حصاروا وعزلوا بالمخيمات ان لا تتحول المخيمات الى بقار اللحنا معنيين بهذا الموضوع هادا الحكي بتعالجوا مش انا ولا القوات اللبنانية ولا حزب الله هادا بتعالجوا الحكومة اللبنانية وبيعالجوا مجلس النواب اللبناني كان في اتفاق القاهرة تم الغاؤه ما تم اتفاق جديد بشانه الفلسطينيين ضيوف عنا بانتظار حق العودة الى فلسطين اما جاي انا بدي خوف المسيحيين وجاي بدي خوف ما بعرف مين تحت عنوان السيادة اللبنانية يا تعول السيادة امبرح مجلس النواب كنتوا سيديين ولا هيك بدي السفيرة الاميركية خلاص وقفوا سيدي شوي هلا حسب المصلحة بتصيروا سيديين وقت البتكون حماس موجودة بالمخيمات والجهاد الاسلامي موجود بالمخيمات وفتح وكل التنظيمات ان موضوع تنظيم بشعبهم ترتيب وضع شعبهم تدريب شعبهم ليقاتل عدو الاسرائيلي ما فيك تمنعه الا اذا الدولة اللبنانية طلعت قرار انو انا بدي انزع سلاح الفلسطيني من المخيمات ما بدي سلاح فلسطيني بس نتفع على هاي خلينا نحكي بالنقشة بوقتها هلا قبل هيدا الوضع طالما في امر واقع موجود وكان في اتفاق قاهرة الغينام اعملنا اتفاق تاني محله بطلع بخوف الناس لهيدا الخوف اللي اركب انا بالسياسي انو انا اللي بيحميكم تحمينا الدولة كلنا مش صحيح ما في شي بيبرر اليوم انو تاخد هذا الشي يمكن ذريعة للتسلح اليوم انت عم تدعي لتسلح او لحتى التجاهز يوم التسلح الفصائل الفلسطينية عملوا على التسلح كمان هذا الشي عم بيزيد من المشاكل من المنيين عم بيزيد طين بلك تسلح مين كل يملك سلاح باللبنان واحد هيحكي بالموضوع بس انت عم تحطه باطار تنظيم احنا حاطينه باطار العلاقة بالمقاومة الخطر هو السلاح الداخل الخطر هو السلاح يقاتل لبناني اللبناني فيه الخطر هو السلاح المتفلط اللي عم يتم فيه تعديات على اللبنانيين اما السلاح المقاومة سلاح المقاومة ولا يمكن خطر ومشرع بقرار مش وزراء تشريع المقاومة بمجلس وزراء بقرار يروحوا يلغوا اذا هنم معترضين عليه بيقدروا يلغوا يفرجوني همته يلغوا بس يلغوا من ناقش هلا طالما هيدا قرار لمجلس الوزراء بسماح للمقاومة ان تقاتل ولحنا عم نقول هيدا مرحلة مؤقتة بانتظار ان يكون الجيش اللبناني جاهزا وقادرا على الدفاع عن كل حدودنا وحماية لبنان لحنا مع الجيش مين عنده هواية يطلع يقاتل ويعمل حرب ويبعث ولاد الناس ما تروح تتعلم وتشتغل مين عنده هواية في قوة عم تكلف الدولة اللبنانية مصاري عم يدفع لبناني عم يدفع ضريبة لا يصرف على هاي القوة هاي القوة ما عنا قدرة اقتصادية لتسليحة بشكل لائق الغرب يمنع عنها الاسلحة وانا سألت عندك ما قبل بمرة المرة الماضية اذا اشت المقاومة قررت حل نفسها وقالت انا هالمية وخمسين الف صاروخ اللي عندي باللبنان وهي الاسلحة المضادة للدروع والصواريخ البحرية حسلمها للجيش اللبناني وتكون بتصرف الجيش بيقبل الامريكا وهاي السلطة اللبنانية اللي شفناها البارح المهزلة بمجلس النواب هاي السلطة اللبنانية عليها تفهم التالي اللي احنا بنعرف انه انتوا غبوا الطلب عند الامريكان من النواب هذول ما ايا شعب هده هم تحكي عن تمديد لقائد الجيش طبعا طبعا انتوا ايا شعب اول شي امبرح اخترقتوا الدستور دعوستوا على الدستور مددتوا خارج كل القوانين دايما ها دايما الدستور هغبوا الطلب للامريكي اذا عنده طلب معين ايا سيادة عم تحكوا عنا وطالعين عم يحكوا عن بطولات عملنا انتصارات ايا انتصارات عم تحكوا عنا ليه ما انتخبتوا رئيس جمهورية امبرح ليش ما عملتوا انتظام بالعام بالسلطة كنتوا عم تقولوا قبل فترة هذول السيديين انه لحنا ابدا ما حروع جلسات تشريعية ليش رحتوا بس قال الامريكي بتروحوا ليه وافقتوا على موقع ماروني راحت بعرياض سلامي وقت اللي اجا شيعي قبلني في الامريكان واقفوا كذب علينا بالسيادة واقفوا كذب على الشعب اللبناني حاج بطولات ان احنا عملنا انتصار انا بغض النظر مش موقف من قائد الجيش بشكل شخصي انا عم بحكي بالدستور و بالمبدأ ليش حتى ما تستمر المؤسسات دائما بشكل طبيعي ليش احنا دايما غب الطلب شو بده الامريكي وغير الامريكي من روح من نفز له وبعدين جوا بين بعضنا كل شوي بيقلك السيادة وانا بقبل وانا ما بقبل وبيسمح انا ما بسمح بدنا نطلع من الخبرية بيقع في الشعب اللبناني هذا نفاق يلي صار مبارح مسرحية هزلية بمجل الوزراء ونزول بعض العسكريين المتقاعدين وقطعوا الطرقات هاي مسرحية هزلية لنروح على مجلس النواب ليطلع القانون من مجلس النواب هاي مسرحية هزلية هاي دي بتمنع ضباط اكفاء قالوا انطموح وقالوا انحق انه يوصلوا الى الموقع منعناهم وهيدا ما بيجوز هيدا ما بيجوز اتنين انه انا اليوم عم بحشر هاي المؤسسة العسكرية تجازه بالسياسة كأنه فريق مع فريق ضد هاي المؤسسة لكل اللبنانيين وكلنا معها ما حدا ضدها ولكن انه انا يفوت هاي المؤسسة بهذا التجازم وبالقرارات الدولية وتصبح هاي المؤسسة تبوين صارت هاي مؤسسة وطنية بتصير ولا وين بتصير قيادتها عم بحكي انا اليوم قطي بجيبها بهذا الشكل وقطي بديو يجي الاوروبي يقلي انا ضرورة بالنسبة الي شخص القائد الجيش ان يستمر الى علاقة بالامن الاستراتيجي الاوروبي ليش لمنع تدفق اللاجئين الى هوني طب هدا موضوع جدل ونقاش داخلي بعدين انا بمنع عن الحدود البرية ما بسمح يفوت على الحدود البرية وبيجي بمنعه بالبحر مشان ودي رسائل سياسية اكتر من هاي حامل لبنان اكتر من 40 مليار دولار صرف على اللاجئين الاشقاءنا السوريين طيب مين مستفيد من المصاري اللي عم تيجي من الاتحاد الاوروبي المستفيد جمعية تابعة لجهات سياسية تصرق المساعدات اللي بتيجي او اغلبها السوريين الموجودين هون هن المستفيدين الدولة اللبنانية والشعب اللبناني يدفع الضرائب وعم يستنزف بعملية الدفع ليش لانه لحنا بدنا نسكر البحر ونقول له نرتاحه تركيا فتحة الحدود اجو يعطوها 7 مليارات دولار كل سنة مرغمين حتى ما يوصلوا لعندن لا لحنا من ريحهم ببلاش في عصابة مستفيدة هون بالداخل بجمعيات تبعتها وبهدول وفي حدا عنده طموحات اجا عم يمنع وعم يبيع مواقف على حساب الميزانية اللبنانية وعساب الشعب اللبناني بدوا يعاف الشعب اللبناني لحنا معنين بفتح البحر اللي عمل الأزمة بسوريا بدوا يتحملها هذا المجتمع الدولي اللي ورا الأزمة ورا تمويلها ورا معركته هو والنظام بسوريا بدوا يتحملها حملنا لقلنا أكتر من نص الشعب اللبناني اللي يجئين باللبنان لأربعين مليار دولار هدول اللي احنا ما بقى قادرين نحمل اللي احنا نفلسين كهرباء عند اللبناني ما بقى فيه أساسا ما فيه دولة حللت هيدا جزء من تحلل الدولة بالإضافة للعصابة اللي يريك بفدرالية الطويف والمزاهب عندنا هيدا اليوم البحر يجب أن يفتح إلا إذا أجل غرب اللي احنا نتحمل نفقاتهم للحكومة اللبنانية تخفف العبء عن الشعب اللبناني خارج هذا الإطار هاي خيانة وطنية مش إنجاز وطني هيدا ما نشرك الوضع الداخلي اللبناني نزجه لنستفيد سياسيا بمحل ما بالداخل نزجه بصراع المنطقة فوتنا لحنا بال73 وبال75 فوتنا وضع اللبناني بصراع المنطقة حتى ما نعطي إصلاحات بالدستور ونعيد رؤية لدولة جديدة وحديثة فوتنا حالنا بحرب من ال75 وعلى سنة التسعين استاذ شاكر استاذ شاكر السنة اليوم أين هل يبحثون أو هل صحيح أنهم يبحثون عن نصر الله سني أو عن رفيق حريري سني يا خي أنا برجع بالله لا حالة اللي صار عند السنة منوح حالة صحية بالمرة الماضية اختصار الطائفة طائفة العروبة اللي هي امتداد للعروبة بشخص مش كد هاي واحدة منع المناطق من إيجاد تعبيراتها هي يعني إيجاد يعني ابن البقاء حقه ينتخب نوابه وقت اللي بيشوف فيه شاب قادر يشرع وقادر يعطي وقادر يكون إضافة بمجلس النواب اللبناني لازم متى الشاب الناس تلتف حوله وتنتخبه الأحزاب الغاء الأحزاب اللي كانت موجودة في عند السنة بمناطق السنة بالتفاهم مع سلطة الوصاية اللي كانوا يقولوا عنها السورية الغاء هذه الأحزاب واستدباب الأمر لجهة وحدة سياسية لشخص ولحزبه طيب ما هذا كان عمل هذا الخلل اللي احنا فيه انضربت كل بنيتهم السياسية انضربت جمعياتهم انضربت أحزابهم انضربت كل اياتهم لترجع هذه الطائفة أن تكون جزء أساسي من النسيج اللبناني أن تكون هي الحاضنة القومية بهذا الوطن وانتداد للأمة العربية بدها تاخد وقتها وعمل ياخد وقتنا مرأة أول انتخابات صار فيه شوية تغيير الانتخاب الثاني بتكون أفضل واللي بعدها بتكون أفضل أنا ضد أن تختصر الطوائف بأشخاص أنا ضد موضوع السنائيات والسلسيات والربعيات والخماسيات الطائفية أنا مع خماسيات وسودسيات وطنية أنا مع لبنان دائرة انتخابية واحدة كمنص اتفاق الطائف أنا هذا يفرض ولادة أحزاب وطنية خاء عابرة للطوائف والمناطق لأنه تحمل برامج تنتخب على أساسها مش بتقول لي حلم بدون يقاطل الطوائف والمزاهب لمنعه لحنا بدنا نقاطلهم حتى نوصل يعني ختاما في أحد الأصدقاء وجه لك سؤال هو أنه معقول يسير بمجلس نواب لا سمح الله مثل ما عمل أحد أنواب الأوكرانيين حينما فجر ثلاث أنابل بمجلس القرية بإحدى المقاطعات الأوكرانية وخصوصا أنك يقال أنك أهدأت أحد النواب اللبنانيين قم بلتان هاي دي مسحة هاي دي مسحة من غين غسان أكيد إحنا ما أهدأنا أحد من القوات من النواب اثنين موضوع النواب اللبنانيين لا حيفجروا حالهم ولا حيعملوا شيء متكمشين بالحياة ومتكمشين بالمكاسب والمغانم ما حدا بديفجر حاله أبدا رئيس الطيار العربي شاكل برجاوي شكرا لوجودك اليوم ولكن هذا الوقت اللبنانيين شكرا إليك وشكرا لموقعكم مشاهدي سبوت شات هيك من كنا وصلنا لختم هاي دي الحلقة بتشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة